بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذا السؤال وردني وأحببت أن أجيب باختصار شاب يقول ارتكب معصية دمرت حياته وأصبحت عقدة الذنب تلاحقه في الليل والنهار فتراجعت أعماله ودراسته وتغيرت حياته ذنب كبير لم يذكره وطبعا أنا لا أحب عندما يسأل الإنسان أن يذكر تفاصيل الذنب لأن الله مدام ستر عليك فاستر على نفسك انظر أخي الحبيب الشيطان يجب أن تتعرف على أساليب الشيطان في إغواء البشر عندما ترتكب أي معصية أحد أساليب الشيطان أن يقول لك هذه معصية عظيمة لا يغفرها الله يفقدك الثقة بالله والأمل بالله ونحن نعلم بنص القرآن أن اليأس من روح الله يساوي الكفر فهو يريدك أن تكفر فيتبع هذا الأسلوب معك لذلك أن تكون قويا وقل والله لو بلغت ذنوبي عنان السماء يغفرها الله ولا يبالي كما في الحديث القدسي إن الله يغفر الذنوب جميعا انظر إلى هذه الآية أخي الحبيب يجب كل واحد مننا أن يحفظها تنجيه من الاكتئاب مهما عظمت ذنوبك وظروفك والمشاكل هذه الآية تعالجها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما معنى أسرفوا يعني إنسان ارتكب الفواحش قد يرتكب الشذوذ الجنسي والعياذ بالله قد يرتكب الزنا قد يأكل الربا قد يظلم الآخرين قد يرتكب محرمات لا يتخيلها عقل هذا هو معنى الإسراف يخاطبك الله اعتبر أن هذه الآية موجهة لك بالنسبة للأخ السائل اعتبر وكل من لديه خطأ كبير في حياته اعتبر أن الله يخاطبك أنت ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالغوا في الذنب تجاوزوا الحدود كلها في الفواحش وفي الذنوب والمعاصم أسرفوا على أنفسهم ماذا يقول الله لنا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا إياك أن يصيبك ذرة يأس يعني لم يقل لا تيأس لا تقنطوا القليل من اليأس إياك أن يصيبك طيب لماذا لأن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نحن بحاجة أيها الأحبة دائما أن نمحوا لممحات لتمحوا الذنوب لأنها تثقل كاهل الإنسان وتدمر حياته وتعطل حياته كثرة الذنوب إذا لم تمحوها طيب كيف أمحوها العلاج بسيط إن الحسنات يذهبنا السيئة النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علاجا للذنوب حتى العظيمة الصلوات الخمس هذا علاج قال مكفرات لما بينهن إذا جتونبت الكبائر طيب الكبائر ما هو علاجه؟ التوبة التوبة إلى الله بمجرد أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كررها مثلا سبعين مرة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في المرة السبعين يجب أن تستيقن أن ذنبك قد غفر بالكامل ولم يبقى منه شيء وإذا لم تستيقن راجع إيمانك لأن هذا شك في كلام الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أين تذهب بها وكلمة جميعا هنا كل شيء كل ما تتخيله يغفره الله ابدأ حياتك من جديد أول اسم الله في القرآن في بسم الله الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم أول اسمين لله أو صفتين لله بعد اسم الله الرحمن الرحيم بدأ به ما كتابه لماذا؟ ليقول لك لا تيأس مهما فعلت ومهما بلغت ذنوبك هناك رحمن رحيم يغفر الذنب ويأخذ به ونحن نعلم قصة ذلك الرجل الذي أذنب في الأحاديث صحيحة طبعا وقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي فيغفر الله له في المرة الأولى ثم في المرة الثانية والثالثة وهكذا حتى يصل لدرجة أن الله يقول للملائكة قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء لأنك تثق بالله عندما تستحضر عظمة الخالق وتقوي ثقتك بهذا الإله العظيم صدقني لن تعصي الله لن تعصيه قضية ليست أنك تذنب وتتوب تذنب وتتوب لا مادام لديك ثقة مطلقة بالله الشيطان يغويك مرة اثنين ثلاثة وعشرة ولكن في النتيجة أنت تعود إلى الله لذلك إن الله يحب التائبين لا إن الله يحب التوابين ما معنى تواب تواب مبالغة كثير التوبة حتى يعني الله عز وجل يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني يتوب كثيراً على عباده مهما أذنبت يتوب عليك تذنب ويتوب تذنب ويتوب تواب صيغة مبالغة فإذن ينبغي ألا نعطل حياتنا من أجل ذنب مهما بلغ هذا الذنب التوبة توب إلى الله ابدأ بالعمل الصالح ثم هناك مشرة في سورة الفرقان السورة في أواخرها تحدث هنا عن صنف من الناس أشرك بالله الحد هل هناك أعظم من الإلحاد والشك بوجود الله عز وجل هذا أعظم ذنب الشرك وزنى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وارتكب الموبقات ثم تب الله ماذا يقول في حق هذا المذنب ذنوباً يظنها بعض الناس أنها لا تغتفر الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثلاثة شروط التوبة وهي محلها القلب لا تحتاج لأي جهد فقط أن تنوي التوبة وآمن الإيمان محله القلب أن تقول يا رب آمنت بك وعلمت أنك تستطيع أن تغفر لي وعمل عملاً صالحاً الصلوات الزكاة الصدقة العفو عن الناس أكثر الصدق من الصدقات لتثبت أنك صادق في توبتك مع الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك ماذا يغفر الله لهم لا يرحمهم لا انظر انظر البشرة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات طيب ما أقول ترتكب ذنب بمجرد أن هذه الشروط الثلاثة التوبة والإيمان والعمل الصالح وهي أمور بسيطة تستطيع خلال دقيقة أن تقوم بها تتوب في قلبك ثانية تؤمن ثانية تصلي ركعتين دقيقة فقط هذا عمل صالح إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات طيب لماذا؟ الآية تجيب وكان الله غفوراً رحيمة انظر إلى عظمة هذا الكتاب الكريم وكان الله غفوراً رحيمة إذن أخي الحبيب هل هناك أجمل من أن هذه المعصية التي تقول إنها دمرت حياتي أفقدتني القدرة على العمل أصبت باليأس أصبت بعقدة الذنب عندما تتصور أن الله غفرها لك وأبدلك حسنات يعني إذا كان ثمن هذه المعصية مليون سيئة الله محاها وأعطاك مليون حسنة بدلاً منها على شيء لم تفعله أنت أنت لم تفعل شيء مجرد أنك تبت العمل الذي قمت به هو التوبة تصور كم ستكون فرحاً وكم ستعبد الله وكم ستحب الله لأن الله رحيم أحبة في الله إله عظيم رحيم بهذه الصورة يعني أنا أحبه كثيراً أنا أحب الإله الذي يغفر لي أما الإله الذي يصورونه في بعض الكتب تسمى كتب مقدسة إلها يأمر بالقتل والذبح والكذا لا لا أنا الإله في القرآن الله عز وجل صورته أنه رحيم جداً مثل هذا الإله لا يمكن أن يضل عباده هو يضل المجرمين الملحدين الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولكن الله يزيد الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ونذرهم في طغيانهم يعمهون بالنسبة لمن يطغى فأنا ما دمت آمنت بالله ضمنت أن الله غفر لي هداني أبدل سيئاتي حسنات وكان الله غفوراً رحيمة لذلك أخي الحبيب تب إلى الله جدد إيمانك ثق ثق بمغفرة الله وعفوه والله تبارك وتعالى وتذكر هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمة نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات إنه الغفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق